السلام عليكم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بنتكلم عن تقليم اوراق الخيار الخيار اللي قدام حضرتك ده هو المزروح في شهر 12 اول شهر 12 او بالزبط في 2011 فعندك يعني 22 و 21 و 22 22 تقريبا دخلنا 23 اربع شهور الخيار ده هو قد يستمر مش اقل من اه شهر ونص او شهرين تمام يعني ممكن يوصلنا لبداية خمسة او نص خمسة تمام او ابداية ستة كمان لو يلاقي اللي يشتغل اه معاه كويس ولكن احنا هنزرع طماطق فهنضطر نزرع طماطم تحت الخيار تحت الخيار كده اه تحت الخيار هوريها لك ان شاء الله وابنقعد نجمع من قمة النامية دية عشرين يوم تاني وبعد كده منشي الخيار طبعا جدر الخيار صغير فما بيقصرش على شتلة الطماطم اه فيعني مش اول مرة نعملها لا اعملناها المهم ان النهار ده اه اللي خصينا ان احنا اه حتى لو مش هنزرع طماطم ليه بنورق اه او بنشيل الاوراق او بنقلم الاوراق تقليم اه اوراق الخيار اه او الجزء اللي تم الجمع منه تمام حتى يمكن فيه اه شايف تحت هوت كمان الجزء اللي تم الجمع منه ومعادش فيه سمار اه فالمفروض ان احنا بنشيله زي اخونا ده ما بيعمل قدامكم هو تمام فا يمكن انت شايف بعد سمار الخيار اللي هي موجودة في المنطقة اللي بنشيل منها فهي كانت نتيجة الافرع الجانبية فاحنا المنطقة تقريبا اللي هي المتر ونص اللي هم تحت دول تمام اه او المتر وربع بالزبط يعني دول بنعتبر اه جمعنا كل اللي فيهم نحصل محترم يبقى انا بشيل الاوراق الاديمة دهية والافرع الجانبية اللي هي يعني نتيجة التطور الجامد اللي حصل للنبات في الفترة من نص شهر اثنين لجاي او من اول شهر اثنين لجاي فابتدت تعمل لنا يعني ما بنلحقش نجمع ونلف من فوق فالدنيا يعني بتبقاش مظبوطة شوية المهم ان انا بتخلص من الاوراق اللي تحت ده الاوراق اللي تحت ديت يا جماعة ما منهاش فايدة اطلاقا يعني تمام اولا المضارة بتاعتها او المساوئ بتاعتها اكتر من النفع بتاعها تمام فالنسبة لما الحرارة هزيد شوية معانا داخل البيوت المحمية وانا طبعا عندي الخيار بطبيعة الحال شتوي تمام فعلشان نعمل تهوية كويسة جماعة وما يحصرش عندي تنفيل زيادة عن اللازم تمام فلازم نشيل الاوراق دهية عشان اعمل تهوية كويسة تمام دي اول حاجة الحاجة التانية ان بالنسبة للأوراق القديمة دي بتعتبر مقوى للساقب المصة معيني شايف ما شاء الله الى أوراق لسا يعني مفاش اي حاجة مفاش اي حاجة خالص ما شاء الله الى أوراق كويسة جدا تمام طبعا حده هيقول لي فيه حتى السمار ممتازة ما شاء الله مجموع النهار ده تمام بس علشان طبعا ان هو خد فترة كبيرة والنبات طبعا متنى على الأرض من قلة اللف فتلاقي الورقة مقلوبة بعض بكرة ان شاء الله بتلاقي الورقة تعادلت خالص تماما مفاش اي مشكلة حتى بكرة بكر اخر النهار بتلاقي الورقة تمام رجعت زي مكان التاني وامورها بتبقى كويسة يعني المهم حتى العقدة هوت ما فيش اي تنفيل خالص ما شاء الله يعني العقدة ما فيش اي تنفيل خالص فالورقة اللي تحت دي مقصد الكلام ما عادش لها اي لازمة خالص يعني تمام فبنشلها عشان نعمل اضاءة كويسة والقمة النامية بقى بعد يومين تلاتة كده هتلاقي فيها يعني تطور رهيب بالنسبة للقمة النامية لانك تخلصت من العبء اللي كان على النبات دهوا اللي هو يعني الحمد لله احنا ما عندناش حاجة بس فيه ناس كتير بيكون عندها مشاكل من هذا القبيل يعني تلاقي العناكب شغالة والسقد المصة شغالة وممكن البيض الزغب شغال واعفان الأوراق كل الحاجات دي هتلاقيها موجودة في الأوراق السكلية بالنسبة لي النبات بالنسبة لي كده بعد ما لفنا وقلعنا وقطعنا إلى أوراق اللي تحت فيه عملية لازم نعملها وهي ان انا ابدأ رش رشة اكروسي يعني لو عندي فرتمت مثلا واجيب معاه اي مادة استيمابرايت معاهم الاثنين او لو انت بتجمع وخايف على الممكن تجيب فلورامايت مثلا او الدينسترابا وتخلطها مع اي مبيض زي السيفانتو او الموفينتو دول اتنين او التريسر دول اتنين الفترة ما قبل الحصول بتاعتهم تقريبا يوم او يومين تمام وممكن ترش استخدم الفرتمت وحاجة دانية بس حتى لو يعني خمس ست ايام ممكن النبات ده من بعد ما بتجمع على طول تبدأ ترشه تمام من مجرد الانتهاء من الجامعة هيقعد ثلاثة ايام من غير ان انتاج او يومين ويقعد يوم في المهم يعني ممكن الحال يمشي يعني تمام لان المبيضات اللي هي ديت يعني بصراحة الوطع بتاعها اصبح يعني في متناول يعني مش في متناول الفلاح المفروض تدعم من اي جهة علشان الناس بتضطر خليني صريح معها الناس بتضطر ان هي ترش اي حاجة وخلاص يعني تمام نتيجة ان الدنيا ما بتوفيش معاهم او النبات ما بوفيش معاه يعني تمام المهم انا دايما في الخلطة بتاعتي بحط فيها جماعة بعد ما بعمل حركة دي بحط فيها حاجة مغزية اولا بعمل مغزية ورقية كويسة جدا وبحط فيها سماد محترم من اللي هو الخاص ان بي كي 18 18 18 انا باستخدم سماد ديارة في الرش مش باستخدمها في الرش وحط 3 جرام لكل لتر مية تمام مضاف عليه نص جرام عناصر صغرى اللي هي الكوكتيل وبحط نسبة قليلة جدا من الحديد واللي يكون مثلا على 1000 لتر بحط عليهم 100 جرام حديد بزود الحديد شوية واخلط الخلطة دي كلتها وابدأ ارشها للنبات مرتين في الاسبوع بعد ما عملت الحركة دي بتلاقي تطور في النبات غير طبيعي زيادة في الجمع زيادة في استطالة سامرة الخيار حاجة يعني ما شاء الله بتفرح جدا يعني تمام الاهم من ده كلته انك انت الورق ده مجرد ما بتنزله المفروض بتتخلص به برا المزرع وبتحرقه وبتتصرف فيه المهم يطلع برا فورا لانه ظروفه كده مش حلوة يعني لازم يتشال اولا عشان ما يعفنش ولو فيه اصابة ولا حاجة بتبدأ تطلع لبرا ده اللي احنا كنا عايزين نقوله بالنسبة للتقليم اوراق الخيار وهي عملية مهمة جدا 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 فيريت يعني نعملها وعلى عجالة وما تقلقش لان البرد عدى وابتدت درجات الحرارة تتزبط والاضاءة تبقى كويسة فان شاء الله امورك بتبقى كويسة جدا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تبقى كويسة جدا